فضيلة الشيخ هيثم ابن محمد جميل صرحان المدرس بمعهد الحرم المدني سابقا والمشرف العام على موقع التأصيل العلمي والداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية لابد أن نسير في طلبنا للعلم على ما كان عليه هؤلاء تختار أعلى إنسان بالأمس كنت أسأل يقول نسأل من من العلماء قلت إذا مرضت تذهب إلى من؟ أي طبيب؟ قال لا أعلى طبيب؟ نعم وجدت أعلى منه؟ قال أترك هذا وأرجع إلى أعلى طبيب بروفوسور حتى ولو كان هذا المرض شيء يسير زكار مثلا فما بالك أمر يتعلق بالاعتقاد أمر يتعلق بالقلب لابد أن ترجع إلى كبار العلماء وقال من كان مستنم فليسنب من مات فإن الميت قد أمنت عليه الفتنة إذن الحي ما تؤمن عليه الفتنة وهذا الذي تراه في هذه الأيام